ازاي يمنع الاصدقاء من رؤية الصفحات والاشخاص اللي بتبعها على الفيسبوك ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم انا بكم في قناة ياسمين عشور نهاردة كده هقولك ازاي نمنع الاصدقاء من هما يشوفوا الصفحات والاشخاص اللي بتبعها على الفيسبوك ياريت بقى قبل نبدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك للفيديو ده اشتراك في القناة ويلا بينا على الفيسبوك بابدأ افتح الفيسبوك بالشكل ده كده وبعدين بابدأ اضغط على الثلاث شرط الاعلى وبعدين بنزل وبختار الاعدادات والخصصية وبعدين بختار حاجة اسمها الاعدادات وبضغط عليه من هنا بيجينا الاعدادات والخصصية ومن هنا بيجي لالتحقق من الخصصية وأنا بختارها من هنا بقى بيجيب لك شوية حاجات كده وأنا بختار الاشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركه وضغط عليها. لما بختارها بقولك الجزء اللي انت دخلته ده او الصفحة اللي انت دخلتها دي بتخص المعلومات الملف الشخصي المنشرات والقصص وكمان الحاضر. بضغط على كلمة متابعة. ومن هنا ببدأ ان انا انزل بقولك معلومات الملف الشخصي ودي الصفحة اللي تخص معلومات الملف الشخصي بتاعتك. ببدأ ان انا انزل كده وطبعا هنا هنا من اللاز يمكنه رؤية قائمة اصدقائك. هنا احنا عملناها انا فقط في الفيديو اللي فات. وهنا بقى من اللاز يمكنه رؤية الاشخاص والصفحات والقائمة التي يتتبع. هنا العامة. يعني اي شخص يدخل عندي يعرف انا متابعة من من الاشخاص وكمان عملة للصفحات اللي انا متابعها كمان. بضغط على كلمة العامة. ومن هنا ببدأ اضغط على انا فقط. وبعدين بضغط على كلمة التالي. والتالي. وبعدين كمان التالي. وهنا مراجعة موضوع اخر بقولك بقى خلاص ان انت خلصت بقى اللي انت بتعمله. فهلو عايز ترجع موضوع اخر تدخل تاني على الاشخاص اللي يمكنهم رؤية ما تشارك. بس كده عندك اي سؤال اقصد في صور اكتب لي في التعليقات انا بارد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.